اشتركوا في القناة 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 كانت القطة في حالة تراكب فلم تكن حية ولا ميتة ولكن كانت خليطا من كلا الاحتمالين مع وجود فرصة بنسبة 50% لكل احتمال نفس الشيء يحدث للنظوم الفيزيائية بالمقاييس الكمية مثل مدارات الالكترون في ذرة الهايدروجين الالكترون في الحقيقة لا يدور على الاطلاق بل يكون في كل مكان في الفضاء في نفس الوقت مع احتمال اكبر ان يوجد في بعض الاماكن اكثر من غيرها وهذا فقط بعد ان نقيص موقفها الذي يمكننا تحديد موقعه في تلك اللحظة وهناك الكثير مثل كيف لم نكن نعرف اذا كانت القطة حية او ميتة حتى فتحنا الصندوق هذا يقودنا الى الظاهرة الغريبة والجميلة المسمات التشابك الكمي لنفترض انه بدلا من ان توجد قطة واحدة في الصندوق اصبح لدينا قطتان في صندوقين مختلفين اذا كررنا تجربة قطة شرودنجر مع هذا الزوج من القطة فان نتيجة التجربة يمكن ان تكون واحدة من اربع احتمالات اما كلتال قطتين سوف تكونان على قيد الحياة او كلتين هما سوف تكونان ميتتين او واحدة سوف تكون على قيد الحياة والاخرى ميتة او العكس نظام كلتال قطتين هو مرة اخرى في حالة تراكب مع فرصة وجود كل نتيجة بنسبة 25% بدلا من 50% ولكن المميز في الامر ميكانيكا الكام تخبرون انه من الممكن محو احتمالي ان تكون كلتال قطتين على قيد الحياة واحتمالي ان تكون قد فرقتال حياة بعبارة اخرى يمكن ان يكون هناك نظام ثنائي القطة ينص على ان النتيجة ستكون دائما قطة واحدة على قيد الحياة والاخرى ميتة المصطلح التقني لذلك هو ان حالتين القطتين متشابكة ولكن هناك شيء عجيب حقا حول التشابك الكمي اذا قمت باعداد نظام ثنائي القطة في صناديق في هذه الحالة المتشابكة ثم انقل الصناديق الى الجهة الاخرى من الكون نتائج التجربة ستظل دائما هي نفسها احدى القطتين ستكون دائما على قيد الحياة والقطة الاخرى سوف تكون دائما في نهاية المطاف من الموتى بالرغم من اننا لا نستطيع تحديد اي قطة ستعيش او تموت قبل معرفة النتيجة كيف يكون هذا ممكنا كيف يتم ذلك وحالة القطتين على طرفين قيد من الكون يمكن ان تكون متشابكة بهذه الطريقة انهما بعيدتان جدا ليمكنهما التواصل مع بعضهما البعض في الوقت المناسب فكيف تتآمر القنبلتان دائما بحيث تنفجر واحدة والاخرى لا تنفجر انت قد تفكر هذه ليست سوى بعض الطرهات النظرية هذا النوع من الاشياء لا يمكن ان يحدث في العالم الحقيقي ولكن تبين ان التشابك الكمي قد تم اثباته في تجارب معملية في العالم الحقيقي اثنان من الجسيمات دون الذرية متشابكان في حالة تراكب بحيث اذا دار احدهما في اتجاه معين يجب ان يدور الاخر في الاتجاه الاخر سوف يفعل ذلك تماما حتى عندما لا تكون هناك اي وسيلة لانتقال المعلومات من جسيم الى اخر مشيرا الى اتجاه الدوران وذلك انصياعا لقواعد الاشتباك فانه ليس من المستغرب بعد ذلك ان يكون التشابك في صميم علم المعلومات الكمية حقل النامن يدرس كيفية استخدام قوانين العالم الكمي الغريب في عالمنا العيني كما في التشفير الكمي حتى الجواسيس يمكنهم ارسال رسائل امنة لبعضهم او الحوسب الكمية لفك رموز الشفرة قد تبدأ فيزياء الاحداث اليومية في الظهور بمظهر مشابه قليلا للعالم الكمي الغريب التخاطر الكمي قد يتقدم كثيرا اذا رجت ان قطتك يوما ما قد تهرب الى مجرة اكثر امنا حيث لا يوجد فيزيائيون ولا صناديق تعمل تاد اد على توفير محتوى تعليمي مجاني عالي الجودة لاكبر عدد ممكن من الاشخاص باكبر عدد ممكن من اللغات ساعد في دعم مهمتنا غير الربحية من خلال التبرع لمنصة تي باتريان ولا تنسى الاشتراك في هذه القناة